قصة وعي في قضية بيت المقدس في الحديث الصحيح الذي صححه الإمام الحاكم وافقه على ذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته من حديث أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه أرضاه قال تذاكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى فقلنا أي المسجدين خير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الذي في بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في المسجد الأقصى وليوشكن أن يكون لأحدكم شطن فرس بجوار بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها الحديث ده صححه الإمام الحاكم وافق الإمام الذهبي وافق على تصحيحه الإمام الحاكم أيضا سيدنا بو ذر الغفاري بيقول كنا قاعدين عند سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعدين جبنا سيرة المسجد الأقصى وتدولنا سؤالا هو مسجد سيدنا النبي ولا المسجد الأقصى أيهما أفضل لأن المسجد الأقصى بني أولا وانا قلت في الحلقة اللي فاتت هذا أيضا من ألواعي أن احنا لازم نستوعب وناعي أن الذي بنى الكعبة الشريفة سيدنا آدم وأن الذي بنى المسجد الأقصى أيضا سيدنا آدم وأنه كان بينهما أربعون عاما وذكرت لكم حديث سيدنا الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي ذر أيضا قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المساجد بني أول قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قلت كم كان بينهما يعني المدة الزمنية بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى قال رسول الله أربعون عاما من الواعي أن احنا نعرف أن اللي بنى المسجد الحرام واللي بنى المسجد الأقصى هو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام وأما سليمان عليه الصلاة والسلام فإنه عمره مش بناه وإنما عمره عليه الصلاة والسلام من الواعي بقى هنا الصحابة بيقولوا طيب المسجد الأقصى اللي بنى من القديم هل هو بقى أفضل من مسجد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في مسجد رسول الله بأربع صلوات في المسجد الأقصى ليه بقاه؟ وهذا والراجح والصواب والصحيح في هذه المسألة لأن الصلاة في مسجد سيدنا رسول الله بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة قل لي ده في رأيتاني مشهور أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف وأن الصلاة في مسجد رسول الله بألف وأن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمية أقول لك هذا الرأي وإن كان مشهورا لكن الأدلة الصحيحة الثابتة تقوي الرأي الآخر الذي يقول أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة والله أعلم الشهد دي جلسة واعي وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة التاريخ وفي نفس الوقت مش معنى أن الصلاة في المسجد سيدنا رسول الله بأربع صلوات من الفضل يعني والأجر في المسجد الأقصى وأن الصلاة الوحدة في المسجد النبوي بألف والصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين مش معناه تقليل من قيمة المسجد الأقصى لا ده المسجد الأقصى ده تاريخ كأن هذا والذي يقوله سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام للصحابة الكرام وده بقى معركة الوعي تثقيف الجيل قال لهم ده قطعة من الحبل يتربط بها فرس حبل شطن معنى حبل شطن يعني روباط يتربط بيه بس رأبة فرس حبل شطن يملكه أحدكم بجوار بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيه هو الحبل لما يترمي على الأرض كده حبل فرس لو رمناها على الأرض ياخد مساحة قد إيه ياخد مساحة كم سنتي على الأرض بضع سنتيمترات النبي يقول لهم بضع السنتيمترات من الأرض دي يتمناها الذي يعرف تاريخ هذه الأرض وعظمة هذه المقدسات بضع سنتيمترات بجوار المسجد الأقصى لو واحد ملك بضع سنتيمترات بجوار المسجد الأقصى خير له من الدنيا وما فيها وهذا الحديث زي ما قلت مرة واثنين في الحلقة صححه الإمام الحاكم وغيره وصححه الإمام الذهبي عليه رحمة الله وبركاته من حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه الأرض هي أرض عظيمة في المسجد الأقصى يا أحباب تشد إليه الرحال قال رسول الله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام المسجد النبوي المسجد الأقصى المسجد الأقصى القبلة الأولى للمسلمين هو إحنا النهاردة يا جماعة نستطيع أن نستغني عن الكعبة طبعا لا نرضى أو نوافق إن السعودية تبيع الكعبة لأي حد برضو لا ليه يا جماعة هو مش الكعبة دي موجودة في أرض المملكة العربية السعودية أيوة بس ده دي ملك للأمة كلها ده ده مقدس من المقدسات مش ملك المملكة العربية السعودية ده ده ملك للأمة كلها ده مشهع للأمة كلها كل مسلم له حق في هذه الكعبة الشريفة طب هل نوافق أو نرضى أن يعتدى على الكعبة الشريفة أن تغتصب الكعبة الشريفة أن تسرق الكعبة الشريفة أن تسفك الدماء حول الكعبة الشريفة الجواب لا نرضى ولا نقبل بهذا ليه قبلة المسلمين ونشوفها حتلاقي بها حتلاقي بها كلمات عظيمة جدا وضخمة جدا لغيرة على الكعبة الشريفة إيه رأيك بقى؟ إن المسجد الأقصى كان قبلة المسلمين قبل الكعبة الشريفة أنت عارف كده؟ لو ما أنتش عارف كده اعرف لو أنت عارف كده يبقى لازم نفوق إن كنا نغار على الكعبة لأنها الكعبة ولأنها مقدس من المقدسات وهي قبلة المسلمين الآن كل الدنيا بتتوجه إليها وقت الصلاة سدنا رسول الله صلى تجاه بيت المقدس ستاشر شهر ثم تحولت القبلة بعد ذلك إلى الكعبة الشريفة فهذا مكان له قدسته والوعي هنا إن لازم نضغط على هذه الجزئيات في العقيدة لنصغها للأجيال ببساطة فالمعركة معركة ثقافة ومعركة وعي ومعركة مقدسات هذا المكان المقدس سكنه الأنبياء وأنا قلت لحضراتكم الكلام ده في الحلقة اللي فاتت وأذكركم به تاني سيدنا إبراهيم هاجر لهذه البلاد من العراق راح فلسطين سيدنا لوط سكن هذه البلاد ودعا إلى الله فيها سيدنا إسحاق ويعقوب وأولاد سيدنا يعقوب سكنوا هذه البلاد وعاشوا فيها ثم انتقلوا بعد ذلك إلى مصر سيدنا موسى دخل هذه البلاد وسكن فيها سيدنا عيسى سكن هذه البلاد وولدته أمه قريبا من فلسطين سيدنا زكريا سيدنا يحيى سكن هذه البلاد سيدنا داود سيدنا سليمان سكنوا هذه البلاد وعمروا فيها جمع هائل ضخم كبير من أجدادنا وأبائنا الأنبياء عاشوا وسكنوا هذه البلاد وعمروا فيها فلنا في هذه البلاد تاريخ وتاريخ مشرف موسيقى